نيجي بقى للخبر اللي قالب الدنيا اليومين دول أعلنت منصة نتفلكس إنتاج وثائقي جديد من عن الملكة كيليو باتر الأمر اللي أثار غضب الجمهور لدعم حركة الأفروسنتريك والتي تزهم أن الحضارة المصرية القديمة ذات أصل زنجي إفريقي وتشوه التاريخ المصري والملوك الفراعنة لو تفتكروا أن الحركة دي كلمنا عليها قبل كده من فترة وقلنا أنها كانت عايزة تعمل إيفنت كبير في مصر لكن على آخر وقت منعوه الناس دي شايفة وهي موجودة في العالم كله أن الحضارة الفرعونية الأفارقة هم اللي عملوها عارفش بيتخنوا عليها كلهم الإسرائيليين يقولوا إحنا اللي بنينا والأفارقة يقولوا إحنا اللي بنينا لكن المصريين كاتبين كل ده على جدرانهم الحمد لله يعني نشكر ربنا أن الحضارة دي كل حاجة كانت فيها مكتوبة على الحيطان طبعا كان فيه تأثير للمصريين بصراحة على الميديا العالمية وده شيء رائع جدا جدا أنهم خدوا خطوات منهم اللي راح فاكس نيوز وتكلم ومنهم التعامل مع بعض السوشيال ميديا والمجلات الإلكترونية كل ده ابتدوا واشتغلوا عليه باين جدا مدى الوعي اللي موجود في المصريين والشباب الجميل تأثير المصريين في الميديا العالمية وحملات تأييد عالمية من الرافدين لتزوير التاريخ في العالم ككل الحملة قدها الشباب المصري ضد ناتفلكس خليني هشوف مع حضراتكم الإعلان للفيلم ده هو الفيلم مفروض هينزل في ناتفلكس في مايو عشرة الممثلة القايمة بدور كيلو باترا كتبت بعد طبعا وصل لها طبعا أن الناس مستائة قالت اللي مش عجبه ما يتفرجش يعني نشوف الإعلان عن الفيلم ونرجع نشوف إيه الجرائد اللي كتبت عن ده والمصريين الجمال عملوا إيه تفضل الموضوع مش بشرة سودة أو بشرة بيضة الموضوع يعني الناس أخذتوا على عطاقها لأن أنت بتغير في حقيقة وتقول ما أنت هتصر أن الحقيقة مش هي كده وتبينها للناس أنها عكس كده وتكمل وتتطلع أفلام وتطلع ممثلين وفيلم يجر فيلم مع السنين الحقيقة هتختلف ومش هتكون ده الأصل بتاع الموضوع زي ما حصل في مصر والحضارة الإبطية الناس مش فهمة إيه اللي حصل للبلد دي وغيرها كده لأن فيه وقت جم كل حاجة أو الحقيقة اللي كانت حصلة وقتها غيروها لغوا كل ده قطعوا ثاني الناس عشان ما تقولش يعني هو بس ده الهدف من أن الناس مش عايزة أن الحقيقة تتغير ومش اللي يدفع أكتر هو اللي يقول فكرته لا إحنا عايزين الحقيقة التاريخ بس ما تغير ديه الحاجة الوحيدة اللي مش ما ينفعش تغير فيها التاريخ ما ينفعش تغير فيه غير في الحاضر زي ما أنت عايز أو في المستقبل أكتر يعني الشباب الجمال دول عملوا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المجلات زي نيويورك بوست وديلي ميل وأخبار السوراليا والهند واليونان بجد تحية لكل شاب وشابة سعوا أنهم يوصلوا الصورة ويعلنوا ويبينوا غضبهم واستياءهم بمنتهى التحضر والرقي على أن اللي بيحصل ده ضد التاريخ ضد التاريخ تمرير الكتب زي ما قولنا بيؤدي بينا إلى كتب أكبر وأخطر في محامي مصري على فكرة بيقاضي نتفلكس بسبب الفيلم ده الصور اللي احنا شفناها في الآخر دي صور ترند الشباب الجمال طلعوا كل واحد حط نزل صورته والنص التاني الصورة من ملك أو ملكة فرعونية ماتشنج مع صورتها فده كان يعني حلو حلو الشباب يعني واعي وبيدور على مصلحة بلده ده شيء كويس جدا وكان غيور قوي قوي على مصر ده شيء رائع 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 على فكرة مصر بتواجه ضغوط كتير قوي 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 من كل حتة يمين وشمال جنوب وغرب وشرق يعني هنتكلم عن الجنوب هنتكلم سوا شكرا